بعد سيطرة قوات البنيان المرصوص على مدينة سيرت بدأت تظهر مخلفات تنظيم الدولة نحن الآن في أحد المنازل في مدينة سيرت تركها التنظيم خلفه هنا يوجد مخزن للمواد الكيميائية التي كان يستخدمها تنظيم الدولة في صنع المتفجرات وكذلك مجموعة من أنابيب المختبرات التي كان يصنع بها المتفجرات ويخلط ما بين هذه الأنواع المختلفة والتي يعتبر بعضها خطير جدا وهي مواد خطيرة جدا واستخدمها التنظيم فيما سبق في الألغام وأيضا قام التنظيم ولازالت ربما هذه المتفجرات منتشرة في مدينة سيرت الغرفة على ساري هنا يوجد بعض الكتب التي يستخدمها تنظيم الدولة كقراءة أو ربما يتعلم من هو مختص في صناعة هذه المتفجرات فهناك كتاب بعنوان تحليل الدوائر الإلكترونية والكهربائية وكتب أخرى دينية موجودة في هذه الغرفة في صالة هذا المنزل توجد خيوط كثيرة توصيلات وأيضا تنظيم قام هنا بتنسيق هذه الخيوط لتسهيل عملية صناعة المتفجرات نجد خيوط بألوان متنوعة وأنواع أيضا مختلفة هنا على هذه الطاولة في ذات الصالة نجد هذه الرصاص الفارغ هذه الإبرة والخيوط التي يربط فيما بينها لصناعة بعض الألغام التي استخدمت فيما سبق تحت أبواب المنازل عندما تقوم قوات البنيان المرسوس باقتحامها في هذه الصالة الأخرى أيضا نجد خيوط كثيرة أخرى أيضا وجدنا هذا الكم الكبير حقيقة من هذه البطاريات التي يستخدمها في عمليات التفجير وكذلك بعض الخيوط الأخرى التوصيلات المتنوعة التي تختلف عن الغرف الأخرى أيضا يوجد هنا جهاز لكمبيوتر قام التنظيم بتهشيم هذا الجهاز وفك الذاكرة الداخلية قبل أن تصل قوات البنيان المرسوس إلى هنا والآن ربما هناك قصص أخرى قد تظهر من مخلفات تنظيم الدولة بعد سيطرة قوات البنيان المرسوس على هذه المدينة إبراهيم العدري لبابا نوراما سرد